وهذا إن شاء الله سوف نشير أيضا له أنه كيف يمكن لنا أن نهيى هذه الأسرة أو تهيى الأسرة أو رب الأسرة أسرته ليكون لبنات صالحة واستغلال واستثمار مثل هذه الأيام لكن الأسرة وهي على موكب سفينة وبقائدها ولي أمرها وبأفرادها من الأسرة هناك ربما تتخطفها بعض الشبهات ربما بعض الفتن ربما بعض الإشكاليات كيف يمكن لهذه الأسرة أن تنجو من أمواج هذه الفتن نعم كما تفضلت الأسرة مثلها مثل السفينة والسفينة هي المركب الذي يسير بصاحبه في لجج البحر إلى الهدف المنشود نحن في زمن متأخر لو قارننا أنفسنا بالأزمنة السابقة مثلا في العهد النبوي كم نسبة الفتن الموجودة في حياتهم هناك فتن ولكن هناك عدد الفتن قليل والموجه الأعظم صلى الله عليه وسلم موجود بينهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت فتن لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظر أمر عجلة التاريخ قليلا قليلا ستجد أنه كلما ابتعد كلما طال الزمان ابتعد نور النبوة وقل بين الناس وظهرت أنواع جديدة من الفتن اليوم فتنة الشاشات اليوم فتنة الجوالات اليوم ربما أصبح التواصل حتى التواصل أصبح خاص من من يريدون إفساد فطر الناس أو عقائدهم أو عباداتهم أو غمسهم في الشهوات أصبح يوجد من يعمل في المجتمع للإفساد الأسرة إذا لم يكن عندها بديل بديل يحمل نفس الجودة في قضية الجذب ولكنه في الاتجاه المعاكس بحيث أنه يحمل رسالة صالحة لن تصدق أن تنجو اليوم مثلا التلفاز لما تأتي مثلا رسالة التلفاز التي تؤثر على الطفل فتحرفه إما إلى الشهوات أو إلى الشبهات أنت لما تأتي فتتكلم مع الطفل وتكتفي بالكلام والنصيحة الآن رسالتك صحيحة ولكنها ليست مؤدية للغرض مثل الرسالة المفسدة المضللة فيحتاج أن تكون الرسالة يعني موافقة أو موازية أو مساوية أو أفضل من الرسالة السيئة التي تلقاهم الأسرة اليوم تحتاج توجيه تحتاج احتواء تحتاج انتباه تحتاج محافظة وفي نفس الوقت تحتاج إلى إشعارها بأنها كيان واحد لأنها اليوم تفكك الأسرة من أسهل ما يمكن سهل جدا ممكن أن يخرج الطفل أو البنت عن إطار الأسرة ويصبح شخص آخر ونسمع وتسمع عن نماذي غريبة يعني أحيانا تجد الطفل تخرج من أسرة أسرة علم وأسرة فضل وأسرة قدوات حسنة ولكنه لا يحمل شيء من مبادئ تلك الأسرة لا شك أن هناك أي دين تخطفته ثم ساقته إلى ما تريد